أعزائي المشاهدين يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم زي ما هو معروف أن الكثير يعاني من زيادة في الوزن خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر بسبب زيادة في أكل المأكولات الخاصة برمضان وحلويات العيد وغيره عشان كذا حاولوا هذه الأيام التخفف من المأكولات التي تسبب في زيادة الوزن بالإضافة إلى ممارسة الرياضة ولو حتى تمشوا نصف ساعة يوميا حلقة جديدة من برامج أحوال الرياضة مرحبا بكم من سورة الصين العظيم هناك بطل يمني اسمه ثروة السندي حقق ذهبية المركز الأول في وزن 48 كيلو جرام لرياضة الووشو كونغوفو ليتأهل بفوز مستحق في البطولة العالمية المؤهلة لبطولة أبطال العالم 2024 المقرر إقامتها في استراليا على هذه البطولة ومشاركة اليمن فيها لأول مرة ينضم إلينا الكابتن محمد عبدو راوح رئيس الاتحاد العام للووشو كونغوفو مساء الخير كابتن محمد وأهلا وسهلا فيك معنا في برنامج أحوال الرياضة مساء النور والعافية عليك الله السيد نذير نتشرف لحضور اليوم هذا المقابلة هذه الجميلة عبر قناة السعيدة في البداية خلينا أقول لك مبروك لك ولكل اليمن التأهل لبطولة كأس العالم للعبة الووشو كونغوفو عن طريق البطل اليمني ثروة السندي الله يبارك فيكم وهذا إنجاز بحد ذاته أولا لليمن والشعب اليمني والجميع الرياضيين صحيح كلمنا كابتن محمد عن هذا الفوز وعن تفاصيل هذا التأخل طبعا شاركوا بالبطولة هذه لاعبين ومدر في أسلوب في وزن 48 للاعب البطل الثروة السندي نعم وأيضا في وزن 50 كيلو جرام لللاعب طلال الحرازي لكن اللاعب ثروة نافس أكثر من مباراة مع عدة دول والحمد لله سطى أنه يحقق نصر حيث حتى أنه كانت اليوم معه مباراة أيضا مع لاعب السلانكي وتم انسحابه من أثناء المباراة أمام اللاعب اليمني ومن ثم كانت التصبيع على المركز الأول مع اللاعب البنغلاديش وتم فوز اللاعب باستحقاق قوي وبقدارة أما بالنسبة لللاعب طالال لم يتوفق لكون كل ما كان الوزن كبير كل ما كانت صعوبة في تحقيق نتائج كبيرة فيها بالتوفيق له إن شاء الله في بطولات ثانية أشعر همية هذا التأهل كابتر محمد في هذا التوقيت همية التأهل هذا يعطي حافز كبير يعني للاتحاد واللاعبين أنهم يستمروا وأنهم يعني يبدلوا بالرغم أننا نحنا دائما نشارك في بطولة العالم ونحقق هذا لكن في الآوين الأخيرة تم التراجع لكن استطاع اللاعب ثروة السندية يعني أعطاء الحافز الآن لزملائه بأن يستمروا ويواصلوا لتحقيق الإنجاز إن شاء الله إن شاء الله كابتن محمد في أخبار في السوشيال ميديا بتقول أنه ثروة باع موتورو أو دراجة نارية عشان يشارك في هذه البطولة هل هذا الكلام صحيح؟ وإذا كان صحيح فين دور اللجنة الأولمبية؟ طبعا بالنسبة للعب يعني أو المشاركة يعني بشكلها تم الرفع بها إلى وزارة الشباب الرياضة ووزارة الشباب الرياضة بقهتها لكون أنه لا يوجد مصرح للمشاركات الخارجية في برنامج أو برامج الصندوق لدينا الشباب لدعمها لكون أنها مربوطة بدعم أو بتوقيهات من الرئاسة يعني فتم الرفع بها من قبل وزير الشباب الرياضة لأستاذ محمد الدين المويدي إلى الرئاسة ولكن لم تخرج إلا يومنا هذا أما بالنسبة للقنة الأولمبية لقنة الأولمبية يعني قالت أنها ستدعم في حالة أنها حصلت على الدعم الذي تم استقطاعه من اللقنة الأولمبية الأسيوية وسيتم يعني تعويض هذوم اللاعبين في حالة يعني أما في حالة أنه لم يستطعوا استرجاع المبلغ يعني أنهم يعني لن يسلموا تكاليف هذه المشاركة يعني بالرغم أنها المفروض من اللقنة الأولمبية أن ترعى مثل هذه المشاركات لأنها مشاركات قوية يعني تصفيات في كاس العالم يعني واللاعب لأن نحن نعدها كمان أيضا في معنا أولمبية 2026 لأن نعد اللاعبين إلى بعد السنتين يعني فالمفروض كان من دور اللقنة الأولمبية أن نتدعم خاصا أنه كان يعني عدد يعني ثنين أو ثلاثة لعبين فقط يعني وتستطيع لكن تمصلت يعني للأمانة يعني عنواجبها الوزارة يعني للأمانة وخاصة بمثلا تنبي الوزير الوزير يعني يقول أنا ما أستطيع يعني دعمه بالنسبة للأنشطة يعني ما هو موجود عندي أنا يعني أحيانا أنا أدقاوز خاصا أنه مثلا في 2023 هو محدد لكل اتحاد مثلا النشاط الداخلي نحن عملنا أكثر من النشاط عملنا بطولة القمهورية للبرائم والناشئين وعملنا أيضا بطولة القمهورية للشباب والرقال وعملنا أيضا الدولة المدربين نعم طيب إذا فيه لاعب جيد وطموح بس ما بش معوامتور أشي عمل؟ طبعا إن شاء الله بعد عودة هذا يعني بيتم القلوس مع وزارة الشباب الرياضة وإن شاء الله حتى المعاملة التي ما زالت في مكتب الرئاسة سيتم متابعتها نعم بتعويض هذا اللاعب واللاعبين الآخرين ولكون إن نحن كنا مشاركين بأكثر من عدد يعني اللاعبين كأنها حدود مشاركين حدود ثمانية لاعبين لكن يعني اللاعب ثروة واللاعب طلال يعني بسبب حماسهم الشديد تم التواصل مع الاتحاد الدولي والاستقراق الفياز وكانوا يعني مصررين إنهم بيشاركوا ولو يعني يتحملوا التكاليف حتىهم يعني بالرغم من الأمانة يعني اللاعبين معسكرين حتى إنهم حارمين نفسهم يعني يعني قلسين على برنامج تغذية معين يعني ومخصصين طول شهر رمضان وقبل شهر رمضان حدود شهرين أو شهر ونص وهم معسكرين ويعني على برنامج واحد في التغذية يعني اللي تخفيض أو المحافظة على وزنهم يعني نعم كابتن محمد بالنسبة لهذه البطولة كلمنا عنها وعن نظام اللعب فيها طبعا هذه البطولة يتم يعني عمل يعني استعداد القيمية على الدول المشاركة لتصفيات داخلية على مستوى يعني الدول العالم أو في كل في اللعبة في في القانب بين السلوب التاولو والسلوب الساندر طبعا احنا شاركنا في القانب الساندر ولم نستطع أو نتمكن من المشاركة أيضا في القانب التاولو فتقام هذا التصفيات لكأس السوبر طبعا بعد هذه التصفيات يتم انتقاء الفائزين الأول والثاني والثالث والرابع نعم وعمل لهم بطولة خاصة يسمى بطولة كأس السوبر يعني ويحدد أيضا من خلاله أيضا الفائزين في المركز الأول بعد هذه البطولات يتم بطولة أخرى يسمى بطولة كأس السوبر اللي هو كأس الكؤوس يعني نعم لاختيار وانتقاء هذو الأبطال وطبعا من يحصل على أحد المراكز هذه يتم يعني رعايته والاهتمام فيه بشكل يعني كبير يعني حلو طيب كيف استعديتم لها البطولة يعني طبعا نحنا يعني خاصة أنه يعني في معنا كوادر يعني مثل الكابتن بسام الصبري والكابتن ناقي آآ الأشوال واللي هو مدرب الآن المنتخب الوطني لسلوبوس عنده بعمل آآ معسكر معسكر مفتوح خلال يعني لنا من بداية العام نعم من بداية عام الفين واربعة وعشرين لأن نحنا يعني البطولة هذه منزلة في برنامج الاتحاد الدولي وتم الاستعداد لها راجين وتم مخاطبة الوزارة واللجنة الأولمبية وكذا على أساس يتم دعم هذا المنتخب نعم والاستعداد كان له استعداد يعني مبكر من بداية العام رغم أن بعض الدول تستعد لها من قبل عام ربما يعني يتم الاستعداد لها من بداية عام الفين وثلاثة عشرين جميل آآ وطبعا اليمن أول مرة تشارك في هذه البطولة آآ بطولة العالم للوشو كونغفو آآ بالتالي كابتن محمد آآ أشو أقصى طموحكم من هذه المشاركة نعم هذه أول مشاركة آآ في كاس العالم نحن نتمنى الآن يعني قامت المعسكر لهذا وبالأخص للاعب ثروة السنديو نعم آآ لعمل معسكر مغلق آآ لخلال الستة للشهر القادمة هذا حتى يكون مستعد للمشاركة في آآ في كاس العالم أو كاس الكؤوس السوبر نعم آآ لتحقيق مركز يعني متقدم آآ في هذه البطولة وإن شاء الله ونحن متأملين لأنه اللاعب ثروة يعني مهتم وآآ أيضا آآ المدرب حقه هو كان أيضا أحد أبطال العالم يعني في اللعبة يعني طيب آآ سؤالي الأخير آآ كابتن محمد آآ هل من كلمة حابب تقولها أو لمن بتقولها والله كلمة حاببوا إياها يعني للجنة الأولمبية نعم يعني بالاهتمام في لعبة الوشو كونفو وخاصة أننا الآن مقدمين على أولمبيات 2026 للشباب نعم نعد منتخب قوي يمثل الجمهورة اليمنية وخاصة المنتخب الكونفو دائما يعني يحرز ميداليات وتكون حق المشاركة دائما فيها تحقيق وإذا لم يكن فيها تحقيق تكون المستوى يقدموا لعب جميل جدا حتى أن لجنة الومبيات تشكر الاتحاد وتشكر الفريق المشارك أنه قدم مستوى جميل جدا وقوي نتمنى كابتن محمد أن تتضافر كل الجهود من أجل تحقيق نتائج مشرفة في البطولة المقرر إقامتها في سويسرا إذن في ختام هذا اللقاء أشكرك على هذا الحوار وأكيد لنا لقاءات أخرى في قادم الأيام إلى اللقاء في صنعاء بطولات وأنشطة رياضية عديدة أقيمت في شهر رمضان المبارك في عدة أحياء كباقي محافظات اليمن عكست حب الناس لكرة القدم بشكل خاص والرياضة بشكل عام شهر رمضان ليس للعبادة فقط فإلى جانب الروحانيات التي تتخلل الشهر الكريم كثرت فيه الأنشطة الرياضية لمختلف الرياضات وخاصة كرة القدم في عموم محافظات اليمن فشهدت الملاعب السداسية والخماسية وملاعب الحارات والملاعب الشعبية زخما كرويا ودوريات تنافسية قوية حضيت بمتابعة العديد من المشجعين والصحفيين والرعاة أولا نحيي الجميع الحاضري والجمهور الذي حضر ونحيي اللجنة المنظمة لهذه البطولة الممتازة التي رعاها برينس بيبي وكان هناك بصمة كبيرة للبرينس مثل ما هو بصمة في المتجات الرائعة له فهو بصمة له في الرياضة لتشجيع الشباب والناشئين والآباء على الرياضة لأن الرياضة لها دور كبير في المجتمع ولها دور كبير في الصحة ولها دور كبير في الالتقاء بين الناس يعني الالتقاء الرياضة لتجمع الجميع هناك العديد من التجار والشركات قاموا برعاية مثل هذه الدوريات من بينها شركة برينس بيبي لصناعة الحفاظات الطبية التي دعمت بطولة في حي النهضة بصنعاء لعدة فئات من الحي برعم أشبال ناشئين شباب وكبار بالإضافة إلى بطولة هلال سبعة في حي الشرط اتسمت بالندية والحماس وإبراز مهارات اللاعبين وكانت تنفس فيها على أشده حتى اليوم الأخير باسمي واسم أسرة الشهيد عبدالقادر علي هلال أشكر شباب أمانة العاصمة الذين دائما يقومون فعاليات باسم الشهيد عبدالقادر وآخرها هذا الدوري الكبير والناجح جدا الذي يقيمه شباب مجلس مسيك الذين يقوموا بسبع سنوات على التوالي باسم هذا الشهيد عبدالقادر علي هلال رحمة الله عليه وهذا محل اعتزاز وفخر لنا كأسرة الشهيد عبدالقادر أشكر كل من ساهم أشكر هذا الحضور الجماهيري الكبير والتفاعل من بداية الدوري إلى الآن حيث السعداء اليوم بهذه الفعال نجاح هذه الفعالة واختامها الفعال السابعة البطولة الشهيد عبدالقادر علي هلال رحمة الله عليه هذا الفعال ذي شهدت زخم جماهيري كبير وهذا لم يأتي من فراغ وإنما يأتي وفاء وعرفانا للشهيد عبدالقادر علي هلال على ما قدمه لهذا الوطن وعلى أولئك الشباب من دعم وسخاء وجهود محفوظة في قلوبنا نساء الله له الرحمة والبغفرة اليوم سعداء جدا في المباراة الاختتامية وطبعا هذا الملتقى الثامن عشر والمسجلين لدينا في هذا العام أكثر من أربعمية وعلى عدة فئات فئة البراعم والناشئين والشباب وفئة الآباء وطبعا بسمكم جميعا أن أشكر قناة السعيدة على التغطية الإعلامية وكذلك شركة البرنس بمثلة بالأستاذ عادل زايد أشكر من هذا المكان شركة البرنس على دعمها لهذا النشاط فالبرنس موجود هذا الأيام في كل شيء لكن هذا النشاط المميز فنبارك لهم نجاح هذا وندعم ونشيد بكل رجال أعمال أن يساهموا في إنعاش هذا النشاط الرياضي الكبير والذي يهدف إلى الصحة وصحة المجتمع تهدف هذه البطولات إلى خلق المزيد من التعارف بين أبناء الحي والأحياء المجاورة وكذا مزيدا من الألفة والمحبة والتواصل الاجتماعي بالإضافة إلى إبراز أهمية الرياضة لكل المجالات الصحية والبدنية وغيرها إلى عدن فالبنات الصغار هناك يعشقنا ممارسة لعبة تنس الطاولة ولديهم الرغبة في تنمية مهاراتهم من أجل احتراف اللعبة مزيد من التفاصيل في هذا التقرير كرة تنس الطاولة رياضة يتبار فيها لاعبان أو أربعة وهي إحدى أكثر الرياضات الشعبية من حيث عدد اللاعبين وتعتبر من أحدث الرياضات الكبرى الحالية تحتسب فيها النتيجة النهائية بناء على عدد النقاط التي حصل عليها اللاعبين في المسابقة حيث يفوز من يحاقق 11 نقطة أولا طبعا نحن الآن هذا المركز العايدين على صنو نحن نحاول قادر السطاع للعنصر النسائي البنات الناشئات طبعا والأولاد بكمية يكون أفضل أي إنشان من خلال هي نخبة من خلال الأندية بشكل عام طبعا نحن نتظرنا أنه هذا المركز التدريبي يكون أكثر من فتيات ويستمر على صنو في الفتيات والأولاد في اليمن وبعد أن شهدت العقود الأخيرة تجميد لكافة أنشطة الرياضة النسوية عادت أخيرا مع مطلع العام 2022 ميلادية بأول بطولة نسوية منذ عام 1982 ميلادية تمثلت من عقاد البطولة المفتوحة للفتيات والسيدات في لعبة تنس الطاولة والتي نظمها اتحاد فرع اللعبة بعدن المركز يوجد به أفضل لاعبات في محافظة عدن وعددهن ثماء أو عشر لاعبات ونحن نطمح أن تكون أكثر من لاعبة باعتبار أن هذا المركز هو نواة لمنتخب اليمن إن شاء الله ونتمنى الدعم هذا المنتخب واللقل الأنبياء طبعا تشرف على هذا المنتخب وتدعمه الدعم المادي والمعنم أنا من حب اللعبة وأقعد درب بهذا المكان تحت طيالة الكابتن موت في شماء طيال الكابتن قليلة وطبعا نتمنى أنه يكون فيه اهتمام باللعبة وأنه يكون لنا مستقبل بهذه اللعبة هنا في هذا المركز تستعد الفتيات في إعادة تاريخ الرياضة لمدينة عدن من خلال ممارسة لعبة تنس الطاولة لكي تعود تنس الطاولة إلى الواجهة الحقيقية التي برزت في مطلع الثمانيات من خلال المشاركات الخارجية التي حققت إنجازات كبيرة إلى لحج فأهالي هذه المحافظة كحال كل المحافظات اليمنية شغفون بتشجيع ومتابعة الدوريات الأوروبية الكبرى بمختلف مسابقاته ومنافساته تعالوا نشوف لم يقتصر التشجيع الرياضي لدوريات كرة القدم في أوروبا على الأوروبيين فقط بل شميلة حتى البلاد العربية ومنها اليمن حيث اتجه معظم الناس إلى تشجيع ومتابعة الدوريات الأوروبية القوية بمختلف مسابقاته حيث استمتع فيه الجمهور اليمني ويجد فيه ضالته في ظل توقف الدوري المحلي الجمهور يتابع الدوريات لأن الدوريات الأوروبية والدوريات الفرنسية والإنجليزية هي في قمة المتعة وشقف لأن فيها القوة فيها الحماس فيها تشجيع فنلاحظ القمهور ينقسم بين كل القمهور لفريق محدد ولهذا تلاقيهم يرتبوا أمورهم يرتبوا كذا ليس في محافظة لاعق فقط وإنما بشكل عام في عالم مستوى اليمن ويمكن عالم مستوى الوطن العربي والله كرة الغدم بشكل عام شغف رياضي حب وعشق فكرة الغدم عشوقة يعني أنت تشوف القمهور الآن ما شاء الله ونستغل فترات الوقت الضايع معنا لمشاهدة المباريات الغوية منها برشلونة، ريال مدريد، بايري ميونو، خلمان سيتي فهذا عشق كرة الغدم جمهور كبير من مختلف الأعمار يتسابقون إلى حجز الأماكن سواء في النادي أو الحارة قبل أن تبدأ أي مباراة للدور الأوروبي من أجل متابعة وتشجيع فريقه المفضل فيتحمس أو يقف في حالة وجود هجمة لصالحهم ويترقب بخوف في حال كان الهجوم ضدهم ويهتف ويصفق فرحاً بالفوز أو يتذمر ويغضب في حالة الخسارة نهيك عن القصص العديدة التي تحدث لهم في الحالتين هذه من أجمل اللحظات الرياضية هي تنافس القمهور يعني تحصل أن تتابع المباراة وقنبك مشجع برشلونة وانت ريال أكيد تحصل هذه الأمور يكون فيه مناجمات ومشادات ونحن بنفوز عليه ونحن بننتصر من كذا ومشجع روح حزين ومشجع روح سالي فننتظر المباراة اللي بعدها إنه هوس التشجيع لجماهير تعشق كرة القدم وتعرف أسماء وترتيب هذه الفرق الأوروبية وأسماء لعبيهم جماهير عاشقة المستطيل الأخضر ويهمها متابعة الساحرة المستديرة كيفما كان المكان والزمان ليكون هو اللاعب رقم 12 الرقم الأجمل والأصعب لأي بطولة أعزائي مشاهدين في فقرة من الذاكرة الرياضية لهذا المساء نجمنا فيها واحد من أفضل من لعبوا في مركز الظاهر الأيمن في الملاعب اليمنية سريع، ذكي، ومهاري يعتمد عليه المدربون في الهجمات المرتدة والمباريات الكبيرة حديث الليلة عن نجم أهل صنعاء والمنتخب الوطني سابقا الكابتن سامي الحيني موسيقى بدأت حياتي في مارسة فرصة القدم في الحارة ثم انتقلت إلى أشبار نادر أهلي تحت قرص سنة طنطن وبدأ رشي في فئة العمرية إلى أن اختشفني لفتران قدير من قبل الصوري وبدأي لفصة في أن نشارك مع الفريق الوائل وقامها فضل صديقي في دعني في مسيرة البياضية موسيقى كانت تنام مع هذه الصنعاء بدون مسيرة البياضية التحكم منتخب سنة واحدة أما بقيت حياة البياضية كانت مع هذه الصنعاء من البداية إلى مائتي موسيقى 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 وكان حدث التأخذ إلى دولة المجموعات في فقرة البحر أحمد النصيحة للشباب أولاً فيما سوف يد فقرة القدم أن يحتم بدراسته ومستقبله إلى جانب فقرة القدم شكراً لقناة السعيدة على صباح التوم وهذه في هذه المناسبة لا تكن متاحاً دائماً هو الدرس الأول الذي ستهديك إياه الحياة على طبق من ندم فعطاؤك الكثير وتواجدك الدائم ومشاعرك المهدورة كل ذلك أصبح عادة فأنت المتاح في كل وقت والبشر لا يحبون العطاء السهل بقدر ما يستهويهم ما هو صعب إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر